الباب الذي فتحه وزير التجارة بغتب العايب لعودة الجزائر للاستدانة الخارجية من جديد من خلال طلب قرض من دولة الصين أثاراً قساماً ومواقف متباينة لدى السياسيين والبرلمانيين ففي حين رأى البعض في الخطوة المحتملة حلاً محتماً على الحكومة لمجبهة المعذلة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر ذهب آخرون نحو اعتبارها نقطة تحول في مسار السيادة الوطنية والاقتصادية لكن في المنح السلبي الواقع الذي هو فيه الآن لابد من أن تكون هناك استدانة خارجية مهما قيل على تسديد الدول الخارجية مهما ما إلى خيره موضوع الاستدانة ليس بعيب كل دول العالم يعني تستدين الأولى على الجزائر قبل أن تذهب للاقتراض من الصين أن تسترجع الأموال التي أقراضتها لسندوق النقد الدولي هذه الشروط ستمس حتى السيادة الوطنية خطة الاستدانة الخارجية المحتملة تأتي بعدما استنفذت الحكومة كل الخيارات الداخلية خاصة تلك التي سيحملها قانون المالية لسنة 2016 لذراء فيه ممثل والشعب داخل الغرفة السفلة للبرلمان خطرا على القدرة الشرائية للمواطن ونوعية الحياة الاجتماعية خاصة وأن الحبل قد التف حقا على عنق المواطن بموجب هذا القانون حسب النواب إلا أنهم أكدوا أن مضمون المشروع الذي صدق عليه في مجلس الوزراء الأخير هو الذي سيمرر عبر المجلس الشعبي الوطني بنسبة 90% بالرغم من رفعه لأسعار بعض المواد الاستهلاكية والضرائب والجبايات مشروع قانون المالية والميزاني لسنة 2016 مؤشراته تدل على أن هذه الأزمة سوف يحمل عبئها المواطن بطريقة مباشرة من خلال بعض الضرائب والرسوم الجديدة من خلال رفع أسعار بعض المواد الأساسية لا ننتظر شيئا من برلمان بهذه التشكيلة يسادق بيديه وبرجليه على كل من يأتي من طرف الحكومة نحن أولا ندافع على المواطن إذا كان هناك إجراءات جبائية تضر بمصلحة المواطن فيجب أن نعدلها أو نرفضها قول أن أغلبية نواب جبال تحرير الوطني سيسيرون عمل الحكومة البرلمان الذي انقسم في قضية العودة المرتقبة إلى الاستدانة من الخارج بعد سنوات من الانفراج والبحبحة المالية اتفق على أن قانون المالية لسنة 2016 جاء ليحمل المواطن فشل السياسة الاقتصادية في إخراج الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات لكن المؤكد أن قانون المالية 2016 سيمر لا محل ومضمونه آت بجملة من الزيادات في الضرائب والأسعار مثل ما تسرب من ورشة خياطته في وقت سابق وما على الشعب إلا شد الحزام اشتركوا في القناة